الزيارة الرابعة منذ توليه مهام البلاد رئيسا للجمهورية ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس مقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لتقديم العزاء في شهداء مصر من المواطنين الذين سقطوا ضحايا للحادثين الإرهابيين الذين استهدفوا كنيسة معي جيرجز بطنطا والكنيسة المرقصية بالإسكندرية يوم الأحد الماضي وكانت المرة الأولى لزيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية المرقصية في العباسية عام 2015 فتاريخ رؤساء مصر مع الكاتدرائية طويل افتتحها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1965 وزارها الرئيس محمد أنور السادات مرة واحدة وأدى فيها صلاة الظهر بينما زارها الرئيس الأسبق مبارك مرتان لأداء واجب العزاء وقام الرئيس السابق عدل منصور بزيارة المقر البابوي للتهنئة بعيد الميلاد زيارات لرؤساء مصر تحمل الكثير من المعاني ومشاعر المحبة والود مؤكدة أن المواطنين المصريين أخوة ويد واحدة في الأحزان والأفراحة شفتوا التقرير عنده دلالة مهمة زي زي ما كنت بقول لحضراتكم في رؤساء مصر تقريبا كلهم زاروا الكنيسة سواء عبدالناصر سواء السادات سواء مبارك سواء عدل منصور سواء السيسي هتقول لي في رئيس سقط منك وعقول لكم ده سقط مننا كلنا فلا يجب الحديث عنه بس الحمد لله أنه هو ما زرش الكنيسة ولا الكاتدرائية مرسي لأنه ده دليل آخر على الفكر اللي كان بيسيطر على جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد اللي كانوا بيحكموا مصر في تعاملهم مع الكنيسة يعني لو في قدر من الزكاء بس الحمد لله حمد لله لو كان في قدر من الزكاء ما كانوا سقطوا في 30 يونيو لكن الحمد لله ربنا أهمهم جباء منقطع النظير مما أسقطهم سريعا الحمد لله والحمد لله برضو أنه الكنيسة لم تدنس لكن شفتوا اللي أنا كنت بقوله له حراركم التقرير أوضح الرسالة سواء عبد الناصر سواء السادات سواء مبارك كانوا بيزوروا الكنيسة بشكل عبد الناصر زرها مرة واحدة والسادات زرها مرة واحدة وصلى فيها الظهر برضو السادات ده كان دهية العصر ما كانش بيهزر يعني مخه ده كان متكلف فطول الوقت قال لك أنا روح الكنيسة وصلي فيها حاجة شبه اللي عمله عمر بن الخطب بس قال لك مش حصلي جوة يعني لازم السادات دايما يعمل حاجة نقعد نلف وراها 50 سنة منفهمهاش ومبارك راح مرتين وكان بيقدم واجب لإيه العزاء بعد برضو أحداث إرهابية كانت تصيب المسيحين خصوصا في الصعيد لو تفتكر وقت الإرهاب الآثم اللي كان بيضرب مصر في نهاية التمانينات والتسعينات من القرن الماضي فهو ده الشكل اللي كان بيتعامل بيه رؤساء مصر مع كنيسة مصر السيسي بقى شوفت موضوع مختلف السيسي ما بيتعاملش بالشكة والسكينة مع الكنيسة ما بيتعاملش بالألم يقول لك أنا حذرهم مرة لما يحصل مش عارف إيه أو حابعتلهم لا ده بيتي زي من أزهر بيتي زي من مؤسسات الدولة بيتي كلها بيوت أنا مسؤول عنها فبالتالي أنا هتعامل معها بمنطق ده ففي العيد هروح لهم وفي الحزن هروح لأن عيدهم عيدي وحزنهم كمان حزني وحزن المصريين جميعا والحقيقة أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائمين على هذه السياسة في الدولة لأن هي دي السياسة الصحة التي يجب أن تكون ما بين قيادة الدولة في مصر والمؤسسات الدينية سواء الأزهر أو الكنيسة وتحديدا الكنيسة ترجمة نانسي قنقر